في ورقة ناقصة دولة الرئيس في ورقة ناقصة 127 327 دولة الرئيس في ورقة ناقصة هكذا ارتفعت الأصوات اعتراضا على الخطأ في احتساب عدد الأصوات والأوراق خلال الجلسة الـ 12 لانتخاب رئيس للجمهورية في القاعة العامة لمجلس النواب وبعدما اقترع 128 نائبا فرز 127 صوتا فقط وللمفارقة أن هناك 1-2-3-4 أشخاص يجتمعون حول صندوق الانتخاب لحظة إفراغ المغلفات وخلال عملية الفرز اجتمع حول الصندوق 1-2-3-4-5-6-7-8-9 إذن 9 أشخاص ما بين نواب وموظفين والعدد خطأ هذه الممارسات في مجلس النواب اللبناني طبعا لا تحصل خلال انتخاب تلامثة المدارس لعريف الصف في المدارس الخاصة والرسمية اليوم كان في سقوط لهذه المؤسسة المؤسسة الدستورية الأولى اللي بتمثل كل اللبنانيين أنه يكون في 128 مقترع ونخلص ب127 صوت هذا منه تفصيل أبدا منه تفصيل اليوم ما بعرفة الرقم 60 تقيل بمجرد ما يكون في 127 من أصل 128 هذا بيأكد على ضرورة التصويت الإلكتروني بعدنا من عيد التصويت الإلكتروني مطلوب علما أنه بحاجة إلى تعديل دستوري لكن إقراره سيمنع عملية الضغط التي تمارس على بعض النواب والتي حصلت خلال الساعات ما قبل الجلسة أنه كنا منتمنى كمان صح أنه الصوت الزيد ما كان بيأثر على التصويت ولكن إخفال الجلسة بشكل رسمي كان بيتطلب إعادة الفرز للوراء لأنه في وراء كانت ناقصة ما راح تأثيره لكن يجب كان إخفال الجلسة بشكل رسمي ليست المرة الأولى تحصل أخطاء كهذه في مجلس النواب اللبناني الأمين العام لمجلس النواب عدنان ظاهر قال إن الورقة الضائعة هي مغلف فارغ ترجمة نانسي قنقر